بعد عام من تشكيل حكومة بن داغر تبدو إنجازات الحكومة لا تتناسب مع تطلعات اللحظة بينما تبرز ظروف اللحظة أيضا كأحد المعوقات التي تعلق عليها الحكومة أسباب عدم تحقيق الإنجازات المطلوبة على الجانب الاقتصادي يبدو الإنجاز في حده الأدنى فباستثناء إنجاز وحيد يتمثل بنقل البنك المركزي إلى عدن وإنقاذ ما تبقى من الاحتياطية النقدي لم تستطع الحكومة توفير الظروف الملائمة لاستعادة النشاط الاقتصادي من العاصمة المؤقتة عدن تلك الخطوة الإنقاذية تحولت لاعب على كهل الحكومة التي لم تتمكن حتى اللحظة من استعادة كامل قدرات البنك وبياناته فيما ترفض سلطة الميليشيا توريد إرادات المحافظات التي تسيطر عليها وتبقى الحكومة عاجزة عن توفير المرتبات بشكل دائم لموظفي الدولة فيما تستمر بإرسال الوعود في كل الاتجاهات على مسافة عام من تشكيل الحكومة وعودتها إلى الداخل يبقى الملف الغائب الأبرز هو ملف تصدير النفط فعلى الرغم من أن المحافظات النفطية تقع تحت سيطرات الحكومة لا تزال عملية استئناف التصدير يلفها الغموض فيما تظهر بين حين وآخر إشارات لاعتراضات دولية تعرقل مسائل حكومة في استغلال نفطها لدعم الميزانية الخاوية على الجانب الأمني ترأى تحسن طفيف على الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن إلا أن المشكلة التي تواجه الحكومة في جميع المناطق المحررة هي عدم قدرتها حتى الآن على إعادة بناء المؤسسة الأمنية وأجهزتها ما يجعل الوضع الأمني في هذه المحافظات مهددا بالانحدار دائما نحو الأسوأ على النحو القائم في تعز كثير من الملفات لا تزال عالقة وتنتظر الإجابة العملية من الحكومة وأجهزتها إلا أن الحكومة تستمر بإلقاء اللوم على الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها فيما يبقى اليمنيون ينتظرون من الحكومة الخروج بهم من بين ركام مخلفات عامين من الحرب وإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي